يا صباح الخير يا هانا صباح الفل يا دكتر زيك حبيبتي أخبارك كل سنة وانتو طيبين وكل شبابنا والطلبة الجامعات طيبين وتبقى سنة سعيدة يا رب عليكو يا رب بإذن الله عرفينا بنفسك يا هانا أنا هانا زكي طالبة بكلية إعلام جامعة الكاهرة فرقة تانية كنت حبة أن أنا شارك خبرتي النهاردة بحيث أفيد الطلاب اللي داخليني السنة الجديدة ما يقعوش في غلطاتي يبقوا فهمين الدون يعمل إزاي طيب بص يا هانا قبل ما نبتدي الحلقة إحنا لسه سايبينكو كأولياء أمور من شهرين طالعين من المدرسة وبنرعيكو وبناخد بالنا منكو وبنخلي بالنا من يومكو ومن أصحابكو ومن مشاكلكو فإحنا طالعين بنبقى تقريبا جوه يومكو جوه حياتكو 24 ساعة سبناكو في الصيف ورجعنا وإنتو داخلين الجامعة بالذات أو خاصة سنقول الجامعة بتقولولنا ملكوش دعوة إحنا خلاص بقينا مسؤولين عن نفسنا إحنا كبرنا وإنتو لحقتوا يا بنتي كبرتوا فوق شهرين لإنتو هتخشوا إحنا لسه كأولياء أمور خايفين عليكو خايفين على مشاكلكو الأم اللي بيبقى أول تجربة لها أولى جامعة بتبقى خايفة من الحياة كبيرة جدا واختلافها وتغير الحياة من المدرسة للجامعة كبير جدا لحقتوا كبرتوا إمتى؟ مش فكرة كبرنا فكرة إن خلاص حياتنا اختلفت إحنا في جامعة حاجة وفي مدرسة حاجة تانية إحنا دلوقتي أو إحنا لسه صغيرين شوية بس في نفس الوقت محتاجين نكون شخصيتنا محتاجين نبقى إحنا نفهم الدنيا نعيش كل حاجة بنفسنا نخط تجارب بنبقى إحنا محتاجين منكم إن انتو بس تقفوا جنبنا تسندونا لكن بيبقى فيه طبعا أولياء أمور إحنا خايفين حقكم ما أنت ولادي أكيد ولادي أنا خايف عليكي خايف على التجربة الأولى بتاعتك في الجامعة فبقى عايزة أبقى موجودة معاكي زي ما كنت موجودة معاكي في المدرسة بس في الفترة دي إحنا بنبقى عايزين إحنا نمشي بشخصيتنا شوية اللي هو ماما تمام رعياني لحد ما دخلت جامعة بعد كده محتاجة بقى أعتمد على نفسي أنا بيدي دلوقتي كبيرة كفاية أن أنا أشيل مسؤوليتي شوية أخد قراراتي بنفسي أخد تجاربي بنفسي وإلا مش هتعلم فده بيديقك يعني سيطرت الأم أنا مش عايزة أقول إنها سيطرة عشان مظلمش الأمهات أنا عايزة أقول إنها خوف فعايزة أعرف أنت صحابك أو بالذات بقى هنتكلم على نقطة الصحاب دي هنا فيه ناس بتبقى طلعة من المدرسة برضو مقفولة على نفسها الناس اللي حواليها أو الأصحاب بتوع المدرسة بنبقى إحنا عارفينهم وعارفين أهليهم كأمهات وكأولياء أمور وبنبقى متدخلين جدا معاكم في أصحابكم وبنروح معاكم وبنيجي معاكم وبنوصلكم وبنجيبكم فإزاي هيبقى النقلة كبيرة قوي دي من إن أنت برضو مش هتختاري أصحابك قوي لأنهم بيبقوا مختلفين عنك إن دي الجامعة غير المدرسة بيبقى الواحد برضو بيدخل نفس البيئة بتاعته فالنقلة دي للطلبة وللأمهات أعمل فيها إيه بالنسبة للصحاب في الجامعة طبعا الموضوع بيختلف خصوصا إن بيبقى في الجامعة من محافظات مختلفة شخصيات مختلفة أطناف مختلفة ناس شبهي ناس مش شبهي طبعا كل ده لو حد بالذات داخل مش حبيب الكلية أصلا هيلاقي صعوبة جدا إن هو يتعرف على ناس جديدة تمام بس لو هو بشخصيته اجتماعي شوية ممكن يدوس فيها بالعكس ده هيتعرف ويعمل علاقات كويسة في نقطة للصحاب أحسن حاجة إن إحنا نعرف الناس الأول قبل ما نصحبها نشوف مين شبهنا نبقى معاه لو مش شبهنا بلاش إن إحنا ندوس قوي معاه لأن في الآخر هيحصل الاختلاف مش هنعرف نكمل صدقتنا يعني إحنا دلوقتي بنقول للولاد اللي داخلين سنقولها جامعة إحنا آه